نكمل مع حضراتكم أحبابي الكرام في أدلة الإجازة وكيف تلقى الصحابة والتابعون القرآن الكريم من ذلك ما يرويه لنا عطية العوف رحمه الله قال قرأت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف بضم الضاد فقال ابن عمر قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذتها عليك معنى هذه الرواية أن ابن عمر رضي الله عنه تلقى هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية الله الذي خلقكم من ضعف بضم الضاد وتلقاها عطية العوف التابع الجليل عن ابن عمر بهذه الصيغة وقال ابن عمر أخذ علي كما أخذته عليك من كيفية الأداء وكيفية ضبط الأداء وقد سار التابعون على هدي الصحابة في تلقي القرآن الكريم ونقله لتلامذتهم من ذلك مثلا من كبار التابعين الذين تلقوا القرآن الكريم أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي تلقى القرآن الكريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن الأئمة أيضا الإمام زر بن حبيش رضي الله عنه الذي تلقى عن ابن مسعود رضي الله عنه القرآن الكريم وتلقى عن وغيرهم من التابعين العظام وعن هؤلاء التابعين تلقى أئمة الإقراء المشهورين في العالم الإسلامي فمثلا عاصم ابن أبي النجود أو النجود تلقى عن أبي عبد الرحمن السلمي وتلقى عن زر بن حبيش القرآن الكريم وعنهم تلقى الرواة فحفص وشعبة تلقيا القرآن الكريم عن عاصم وقالون وورش تلقيا القرآن عن نافع وهشام تلقى القرآن عن ابن عامر الشامي وهكذا بقية القرآن العظام قيل لقالون كم قرأت على نافع قال ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة يعني قرأ القرآن على نافع إجازات كثيرة جدا ولكنه جلس يكرر الرواية عليه عشرين سنة يذكر الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر في معرض ترجمته لقالون يقول وقال قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها عنه قال نافع كم تقرأ علي إلى متى تقرأ علي اجلس إلى تلك الإسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك القرآن الكريم أيضا حفص جاء إلى شيخه عاصم بن أبي النجود وقال إن أبا بكر شعبة يخالفني في القراءة أقرأتك بما أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذه الرواية نستنبط أن القراء ما كانوا يأتون بشيء من عندهم كانوا يتلقون عن مشايخهم عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفص رضي الله عنه تلقى القرآن كاملا عن عاصم بسنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي بسنده إلى علي بن أبي طالب بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفص خالف شيخه في حرف واحد في القرآن الكريم وهو كلمة ضعف فحفص يقرأها بطريقين يقرأها ضعف وضعف وذلك لما يرويه عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ الله الذي خلقكم من ضعف بضم الضاد وقال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ علي ما أخذت عليك والحديث صحيح كما يذكره العلماء وبالتالي ومن بعد هؤلاء يأتي عندنا ما يسمى الطرق الطرق وهم التلاميذ الذين جاءوا بعد رواة القرآن الكريم ثم تسلسل القرآن الكريم بالأسانيد المتصلة إلى زماننا هذا وفي ذلك يقول ابن الجزري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا فالقرآن الكريم وصل إلينا بالتسلسل مجودا من النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل إلى زماننا هذا بسند متصل إلى زماننا هذا ترجمة نانسي قنقر